اشتركوا في القناة بما يحقق تطلعات المواطنين في مملكة البحرين انطلاقا من سعيه الى توحيد الجهود الادارية الرامية الى تطوير منظومة العمل الحكومي ومختلف اجهزتها التنفيذية عبر تكاتف جهود كافة الاطراف نظم معهد الادارة العامة تجمع الطاولة المستديرة التي تعتبر آلية بحثية ادارية تجمع صانع القرار من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من اجل مناقشة افضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجه العمل الحكومي وذلك وفق احدث المنهجيات العلمية وافضل الممارسات الادارية المطبقة حاليا في اعرق المؤسسات العامة والخاصة حول العالم اليوم كل اللي قدرنا نقدمه عبارة عن مثودولوجي منهجية مختلفة في طريقة التفكير في حد طريقة حل المشاكل اللي موجودة في العمل الحكومي وفي كل يوم تواجهنا هل ايه هي الطريقة الوحيدة؟ هناك طرق كثيرة جدا فيها تميز نعم فيها آليات جديدة ما تم استخدامها من السابق اللي تساعدنا في طريقة خدمتنا للمواطن وحلنا للمشاكل بشكل مختلف وقد تم تصميم الطاولة المستديرة بما يتماشى مع الأجندة الحكومية لمملكة البحرين وبما يسهم في توظيف أفضل الممارسات الإدارية الدولية والمنهجيات البحثية لتحقيق استدامة إدارية محلية تلبي تطلعات المواطنين وترفع جودة الخدمات الحكومية والعمل الحكومي الذي تقوده طاقات وطنية ذات أهلية وكفاءة وقد حملت هذه النسخة عنوان منهجية حل التحديات الحكومية وتناولت مجموعة من المنهجيات الإدارية في الدول المتقدمة والتي تم تدوينها من قبل بيوت الخبرة والمنظمات غير الحكومية ومن ثم مقارنتها مع التجربة البحرينية والوقوف على أبرز أوجه التشابه والاختلاف وتباحث إمكانية تطوير الممارسات الإدارية التي تطبقها المؤسسات الرسمية بناء على الأدلة والبراهين والمنهجيات العلمية استعدت اليوم مع زملائي وزميلاتي من قيادة التنفيذين بالاستماع إلى عرض قدمه بروفزور أندو من جامعة حارفر واطلعنا على عدد من أفضل الممارسات في هذا الشأن وكان هناك نقاش ثري واطلع واسع على عدد من التجارب العملية في عدد من الدول وخرجنا بمحصلة هذه الطاولة المستديرة بعدد من الأفكار وعدد من التجارب الثرية التي نخرج بها لتطبيقها على ممارساتنا العملية اليوم أعتقد كان الحوار شيق وكان الديسكيشن حول أفضل الطرق وأفضل الممارسات لوجود الحلول أو الخدمات التي ممكن تتقدم للمواطنين داخليا داخل مستوى الحكومة شون الجهات الحكومية ممكن تعمل كيف ممكن الجهات الحكومية تتعاون بينها وبين بعض للوصول إلى نتائج ترضي في النهاية ترضي الممواطنين على هذه الطاولة تجمع نخبة من الوكلاء من قطاعات حيوية هامة في مملكة البحرين لدراسة التحديات التي تواجه منظومة العمل الحكومي للخروج بتوصيات لتوحيد الجهود الاستراتيجية للمبادرات الحكومية المختلفة نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين نحو تنمية مستدامة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين